التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي فخامة الرئيس الاذربيجاني الهام عليف وذلك في إطار مشاركته في قمة قادة العالم للمناخ التي تعقد ضمن المؤتمر التاسع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تعزيز المناخ وفي بداية اللقاء عبرت دكتور العليمي عن تقدير الجمهورية اليمنية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الرائع الذي تميزت به أذربيجان في استضافة هذا الحدث الدولي والذي يعكس تقديرا لدور أذربيجان على الساحة الدولية والتزامها الواضح بقضايا المناخ مهنئا فخامة الرئيس الهام عليف على هذا النجاح الكبير الذي أبهرت أذربيجان العالم به ونقلت دكتور عبدالله العليمي لفخامة الرئيس الاذربيجاني تحيات وتهنئة أخي فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأخوانه أعضاء المجلس مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأزمة اليمنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي مع تسليط الضوء على مجمل التحديات التي تواجهها اليمن جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية طيلة السنوات الماضية واستمرار تصعيدها في البحر الأحمر وما يشكله من تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين كما تطرق إلى التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها اليمن بسبب التغيرات المناخية وأكد الدكتور العليمي الموقف الثابت للجمهورية اليمنية في إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان مشددا على ضرورة وقف الحرب ودعم حل الدولتين كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة معربا عن دعم اليمن لما صدر عن القمة العربية والإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض في هذا الشأن كما تناول اللقاء أفاق تعزيز العلاقات الثرائية بين البلدين وتنسيق المواقف في إطار المنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين اليمن وإذربيجان في المجالات العلمية والثقافية الذات الأولوية بما يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعبين من جانبه أشهد فخامة الرئيس الإذربيجاني بالعلاقات المتميزة بين اليمن وإذربيجان مؤكدا دعم بلاده الكامل للحكومة الشرعية في جهدها لتحقيق السلام العادل في اليمن معربا عن استعداده لتعزيز وتطوير التعاون المشترك مع الحكومة اليمنية في مختلف المجالات حضر اللقاء من الجانب اليمني وزيراء المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي والزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري ومدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي مبارك البحار ورئيس دائرة المنظمات في وزارة الخارجية سفير أحمد الشرعبي كما حضرها من الجانب الاذربيجاني وزير الخارجية جيهون بيرامف ومساعد رئيس جمهورية اذربيجان رئيس إدارة شؤون السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية لجمهورية اذربيجان